الحقيقة بأن كده كم يوم بنستقبل أخبار مبهجة وإشادات عالمية من مراكز وأبحاث ووكالات أنباء عالمية متخصصة في ملف السياحة الأخبار دي بتقول لنا أنه مصر من أهم الوجهات السياحية في العالم من حوالي أسبوعين تم تصنفها أنها من أفضل 8 وجهات سياحية حول العالم ده وفقاً لتقرير مصور مهم جداً من أهم التقارير العالمية في مجال السياحة التقرير نشروا موقع اندبينتنت البريطاني اللي أكد فيه أن مصر تتميز بمجموعة من المقاومات السياحية منها طبعاً الملاخ المعتدل اللي بيجعلها وجهة مثالية واستثنائية لقضاء أجازة ممتعة في أجواء شتوية دافئة صحيح فعلاً يام حامد تقرير ده كمان وصل سياح البريطانيين بزيارة مدينة الغردقة علشان يستمتعوا بالإقامة في منتجعاتها السياحية الجميلة وقال لهم أن رحلة الطيران من المملكة المتحدة لمدينة الغردقة ما بتستغرقش وما بتاخدش أكتر من ست ساعات كمان فيه تقرير تاني لموقع ترافل أند تور أو تاور تور وورد وده واحد من أهم وأبرز المجالات الرقمية المتخصصة في صناعة الصفر والسياحة والزيافة والرحلات البحرية والطيران التقرير ده أكد أن مصر من أفضل خمس وجهات سياحية في منطقة الشرق الأوسط وأجهة سياحية بتستحق الزيارة لقضاء أجازة ممتعة ورحلة ثرية بالتاريخ وثقافة والمناظر الطبيعية الخلابة لسه الإشادات مستمرة والجميل في هذه الإشادات أنها من مواقع ومن أماكن ومراكز أبحاث متخصصة جداً في مجال السياحة همبرح كمان فيه تقرير استثنائي عن مدينة لقصر الأثرية الجميلة التقرير ده أعدته صحيفة شهيرة هالتايمز وصفت التايمز مدينة لقصر بأنها من أشهر المناطق السياحية في العالم وكان فيه ملف خاص في التايمز عن لقصر اتكلمت أنه لقصر مدينة متميزة بالمعالم الأثرية والسياحية لا يضاهيها مكان وقالت كده في نهاية التقرير أنه لا مثيل لمدينة لقصر في أي دولة أخرى التقرير ده كان عنوانه أفضل 17 مكان للزيارة في فبراير 2025 احتلت فيه مدينة الأقصر مرتبة متقدمة جداً بعد مميزاتها ومقاومتها كوجهة سياحية مناسبة لكل الفئات مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصبح الخير يا مصر اشتركوا في القناة